من قلبي سلام لبيره بين قساوة اللجوء وأمل العودة ثمت مرحلة خصبة لإنتاج الأدب بجميع أصنافه شعراً كان أم نثراً تحت هذا الوصف عقد بيت فلسطين للشعر وثقافة العودة بالتعاون مع جامعة اسطنبول الندوة الدولية الثانية لأدب العودة إلى الوطن وذلك من خلال تسليط الضوء على الأدبين الفلسطيني والسوري من مقاربات الهجرة واللجوء إلى الوطن سوريا في مقاربات الهجرة واللجوء بين الأدبين الفلسطيني والسوري هنا اليوم في جامعة اسطنبول مكونات فنية وشعرية وبحثية دراسية وشملت الندوة جلسات بحثية ونقدية عرضت إشكالية النصوص في مرحلة الهجرة واللجوء ودور بلد المهجر في تكوين الواحة الأدبية للأديب اللاجئ وذلك من خلال نصوص شعرية منتقات من الأدب الفلسطيني والسوري تناولها الباحثون بالتحليل والمقارنة على مستوى الألفاظ والمعاني أدب المهجر هو الأدب المكتوب في أرض المهجر أي الوطن الجديد وهو غير محدد المضمون ويكون حلم العودة بعضا من مضامنه ولكن مفردات اللجوء تكاد تنعدم فيه هذا من خلال الاستقرار لأن كاتبه قد يكون مغتربا بإرادته أو رغما عنه كما تخللت الندوة قراءات شعرية لأدباء معاصرين كتبوا نصوصهم بحبر الواقع الذي تمر به المنطقة متكئين على تجارب من سبقهم في العقود الماضية ومبتكرين أشكالا جديدة تناسب روح المرحلة الحاضرة أدب العودة بين الشعرين السوري والفلسطيني كلاهما يمضعان من مشكات واحدة عنوانها حب الأرض وعدالة قضية وللفن زاوية في هذه الندوة إذ أقيم خلالها معرض للفنون التشكيلية كانت اللوحات المعروضة مرآة عاكسة لنفس الفنان المليئة بهزيمة الواقع وانتصار المستقبل المنشود الوعي المبكر للأدباء الفلسطينيين في ظرف اللجوء والمقاومة شكل مخزونا ثقافيا نهل منه الأدباء السوريون في مرحلة ما بعد الربيع العربي وكونوا ملامح تجربة يمكن تسميتها أدب العودة إلى الوطن قناة الرافدين فاروق شريف إسطنبول ترجمة نانسي قنقر